السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم رياضيات للصف الثالث متوسط عندي تدرب وحل التمرينات صفحة 84 هناخذ 15 رقم 15 X تربيع ناقص 7X ناقص 14 يساوينا 0 يقول يجد مجموعة الحل المعاندلات التالية باستعمال القانون العام يعني هنا محدد القانون العام اللي هو B X يساوينا سالب B زائد أو سالب جذر B تربيع ناقص 4AC يلا يعني خلينا نحل النقطة 15 هذي كتبتها يلا يقول لي باستعمال يعني هو محدد قال لي باستعمال القانون العام فأشوف المعادلة مثل ما قلت لكم بالدروس السابقة قلت لكم إذا ما مترتبها يعني هنا يساوي إذا ما مترتبها أرتبها فهذه المعادلة مترتبة X تربيع و X وعدد أطلع قيمة A و B و C إذا مترتبها وإذا ما مرتبها إحنا نرتبها A يساوي نجقة قيمة X هنا ما كرقم باعتبار واحد زين B يساوي نجقة سالب 7 هي وشارتها سالب 7 و C يساوينا سالب 14 معايني؟ A و B و C كل من هي وشارتها هسا شي سوي؟ أكتب القانون X يساوينا سالب B زائد أو سالب جذر B تربيع ناقص 4 A C على 2 A كتبت قانون العام زين هسا نجي نطبق X يساوينا سالب ال B ما دام عدي سالب 7 اش أسوي لها؟ أخلي لها داخل القوس لأن سالب لو موجب لا ما كدعي أخلي القوس زائد أو سالب جذر ال B تربيع سالب 7 تربيع ناقص 4 في ال A يجقت هنا بيناتهم ضرب في أنا كتبت نقطة وال C سالب 14 عليما على 2 في ال A يجقت 1 طبعا هذي مو السالب 7 ببحد بس هنا X يساوينا سالب بالسالب موجب 7 زائد أو سالب جذر سالب 7 تربيحة سالب بالتربيع يهمل السالب شبيه بالتربيع يروح يطير 7 تربيحة 49 زين السالب بالسالب موجب 4 في 1 أربعة في 14 14 في 4 4 في 4 6 و خلنا نضرب 14 في 4 4 في 4 16 هي 56 بس خلنا نتأكد 4 في 1 4 1 56 56 صح 56 على يمن على 2 في 1 2 ها قليبي خلنا نغير القلم زين هسا شي أسوي هسا أقول نجمع X يساوينا زائد 7 أنزلها زائد أو سالب جذر 49 زائد 56 6 زائد 9 5 و 5 و 4 9 و 1 10 105 على يمن على 2 ها عيني فمرة هذا ما يطلع من تحت جذر 105 على 2 مرة أخذها سالب و مرة أخذها موجب أقول أما X يساوينا موجب 7 زائد جذر 105 على 2 أو X يساوينا موجب 7 سالب جذر 105 على 2 هذي مجموعة الحلول هاي بنسبة للنقطة 15 زين النقطة 16 شي يقول لي يقول لي Y تربيع 16 يقول لي Y تربيع زائد 3 Y ناقص 9 يساوينا صفر هم أباوع المعادلة أشوف شبيها هاي المعادلة مترتبة نعم مترتبة فأطلع قيمة A يساوي نججد هنا واحد أو B يساوينا ثلاثة أو C يساوي نسالب 9 أطلع قيمة القانون القانون هنا ما أقول X لا Y ما دام عدي Y أخلي Y ما دام عدي X أخلي X إذن أقول Y يساوينا سالب B زائد أو سالب جذر B تربيع ناقص 4 A C عليمن على 2 A Y يساوينا سالب الB جغد ثلاثة هنا ما خليت قوس لأن هي عدي مجمه هي بس سالب زائد أو سالب جذر الB تربيع ثلاثة تربيع ناقص 4 في A جغد 1 في 2 في 1 Y يساوينا سالب الثلاثة زائد أو سالب جذر ثلاثة تربيح تسعة سالب بالسالب موجب 4 في 1 4 4 في 1 4 في 9 36 36 36 على يمن على 2 زي هس أقول Y يساوينا سالب ثلاثة زائد أو سالب جذر 9 زائد 36 45 على يمن على 2 هذا ما يطلع من تحت الجذر أقول أما أو أما سالب ثلاثة زائد جذر 45 على 2 أو سالب ثلاثة سالب 45 على 2 إذن هذه مجموعة الحلول هس هذه 16 هس أشوف 17 17 سالب 17 سالب 17 سالب 18 8 وقوسه هاي انتبهوا علي شوية 2x تربيع ناقص 8 وقوس 3x زائد 2 يساوينا 0 احنا مو قلنا نباوع على المعادلة اشوفها مرتبة لولا هاي اشوفها اتخلص من الاقواس بيها اقواس اتخلص من الاقواس هذا 2x تربيع انزلها هدخل السالب 8 يعني اضرب السالب 8 بالقوس خاطر تسهل علي المعادلة وطلع قيمة a و b و c سالب 8 في 3 سالب 24 يعني اقول 8 في 3 24x سالب بالموجب سالب 8 في 2 16 يساوينا 0 شوفوا شون حلو طلعت x تربيع و x والعدد يعني بس دخلت السالب 8 على القوس هزين هسا شراح اسوي هذن 3 تهين قبل ان القسم على 2 اقسم على 2 تقسيم 2 2 وهي الاثنية الراحة تبقت x تربيع ناقص 24 تقسيم 2 12x ناقص 16 كم 2 8 يساوينا 0 قسمت على 2 هسا اطلع قيمة a يساوينا خلت غير القلم a يساوينا 1 b يساوينا سالب 12 و c يساوينا سالب 8 طلعت قيمة a و b و c نكتب القانون شيريد القانون يقول لي x يساوينا سالب b زائد او سالب جذر b تربيع ناقص 4 a c على 2 a نجو نطبق السالب b جد سالب 12 شوفوا زائد او سالب جذر b تربيع سالب 12 تربيع ناقص 4 في ال a يجد 1 وال c سالب 8 عليمن على 2 في 1 x يساوينا السالب بالسالب موجب 12 زائد او سالب جذر السالب بالتربيع يهمل ال 12 في 12 144 ناقص 4 السالب بالسالب موجب 4 في 1 4 في 8 32 على 2 في 1 2 زائد هسه شاقول x يساوينا ال 12 موجود زائد او سالب جذر نجمع 32 زائد 144 2 زائد 4 6 7 176 على 2 اقول اما x يساوينا 12 زائد جذر 176 على 2 او x او x يساوينا موجب 12 ناقص جذر 176 على 2 هذا ال 17 بقالة بس ال 18 بقالة شي يقول لي ال 18 2 y تربيع 2 y تربيع ناقص 2 يساوينا سالب 10 y يلا عيني المعادلة اشوفها مترتبة لا ما مترتبة ارتبها اقول 2 y تربيع السالب 10 y صير موجب لما اريد انقلها ناقص 2 ما اغير بس الورا اليساوي هاي تبقى نفسها اطلع قيمة a b c a يساوينا 2 b يساوينا 10 c يساوينا سالب 2 اطلع القانون y يساوينا سالب b زائد او سالب جذر b تربيع ناقص 4 a c على 2 a y يساوينا السالب ينزل ال b سالب 10 زائد او سالب جذر b تربيع سالب 10 تربيع ناقص 4 في ال a سالب 2 عليما على 2 في 2 y يساوينا سالب 10 نزل زائد او سالب جذر سالب التربيع يهمل 10 في 10 100 سالب بالسالب موجب 4 في 2 8 في 2 16 يعني على 2 في 2 4 y يساوينا سالب 10 نزل زائد او سالب 100 زائد 16 116 عليما على 4 اما y يساوينا سالب 10 زائد جذر 116 على 4 او y يساوينا سالب 10 ناقص جذر 116 على 4 خلصت هذا الاربعة خذت الـ 15 والـ 16 والـ 17 والـ 18 وإن شاء الله فتهمتوا بالتوفيق يا ربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة